في تلك المنطقة الرمادية الواقعة بين اللاسلمي واللاحرب تعيش المدن اليمنية حالة غياب الامن وسلطة القضاء واقع يفرض اجندات اخرى وجماعات تأتي من خارج القانون وتفرض اجراءات غير قانونية تربك حياة المدنيين وتحمل الدولة عواقبها الوخيمة يقول مراقبون ان لجوء المواطنين الى جهات غير قضائية للتحكيم يفتح الباب واسعا امام القوى التي تعمل خارج سياق القضاء بل وخارج سياق الدولة والمؤسسات فيما تخضع المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا لمزاج حملة السلاح وقانونهم يعيش السكان في تلك المناطق حالة من الخوف والقلق الدائمين من المداهمات والنهب وتفشي ظاهرة التقطعات والمحاكم غير القانونية التي تنصبها الميليشيا لخصومها والتجار المحكمة الادارية بصنعاء تقضي ببطلان قرار تعيين النائب العام والذي يعين من قبل رئيس ما يسمى اللجنة الثورية لميليشيا الحوثي واعلان بطلان كافة الاجراءات التي اتخذها النائب العام البغدادي بشأن التنقلات والتعيينات التي اقرها الا ان الحديث عن المنظومة الامنية والقضائية ليس حكرا على المناطق الخاضعة لسلطة الميليشيا فالمدن المحررة هي الاخرى لا تزال تنوء تحت وطأة الفوضى واختلال ميزان العدالة نتيجة غياب اجهزة القضاء بصورتها الطبيعية بدءا من اجهزة الامن والنيابات والقضاء وانتهاء بمنصب النائب العام الشاغري والذي تتجاهل الحكومة ورئيس الجمهورية كارثيته الرئيس هادي كان في وقت سابق قد ألغى كافة تعيينات الانقلابيين لانصارهم في مناصب عسكرية وقضائية ومدنية ووجه بتفعيل اجهزة القضاء والامن لتلافي تراكم القضايا خصوصا تلك التي تمضي بالتجاور مع الحرب الا ان تعطل اداء المحاكم في كثير من المناطق وعدم تفعيل الجهاز القضائي لا يزال عائقا امام الفصل في قضايا المواطنين وتأمين الاستقرار للمدن المحررة خصوصا ان تطبيع الحياة دون استواء كفتي ميزان العدالة امر لا يمكن حدثه